تداعيات متلاحقة للأزمة السياسية والأمنية في اليمن ومعاناة اقتصادية باتت تسكن أركان الحياة بكل تفاصيلها مع هذه المعاناة تجه الشباب لشراء الأثاث منخفض الثمن لفرش بيوتهم في محاولة لإنعاش سوق الأثاث المستعمل يعرض الأثاث المستعمل الذي يرد من السعودية ويجدد محليا بأسعار معقولة في سوق هنغر حراج التجاري بالمدينة التي تصطدف مئات الألاف من النازحين من أهل اليمن في ناس يعني مثلا لما الألية التي تزوجوا جاءوا يأثثوا من عندنا يأخذوا لهم غرف نوم يأخذوا مجالس يأخذوا فرش يأخذوا كل حاجة نظيفة فكونوا أنفسهم من خلال الحراجات تجربة أتاحت فرص عمل كثيرة للشباب ممن يتجون لشراء الأثاث من الحدود وتجديد وإعادة بيعه الناس يقبلوا على سوق الحراج في اليمن السبب الأول هو السعر يكون سعر منخفض بشكل كبير على السعر الجديد أشياء الثانية فيه جودة الذي يجي مستخدم من جوال الصناعة يستوردوا أشياء قوية وجودة عالية سكان العاصمة كذلك يفيدون من كل مكان لشراء الأثاث بأسعار قليلة البضاعة التي هناك الذي يجي باستخدامه نرى بضاعة عندهم ما شاء الله جيدة والأسعار حقيقة مناسبة على المستورد الذي يجي من الخارج ويعاني اليمن من أزمة إنسانية دفعت بالملايين إلى براثن الجوع وتختفي العديد من الخدمات الأساسية في اليمن مما جعل 80% من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون بحاجة إلى المساعدة الدائمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر